السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين من مختار تيك واليوم سنتحدث عن أفضل أجهزة التي دام تسألوني عليها ما هو الجهاز المفضل لدي كذا فلوس لدي مثلا 300 ألف لدي 400 ألف فاليوم سنحدث لغاية 350 ألف وهي ما يعادل 300 دولار طبعا بناء على ضرب 100 دولار مقابل 120 ألف دينار عراقي هذه الأجهزة نبدأها مع أجزة الهواوي فحاليا هواوي بشكل عام قبل نتعرف على الجهاز شركة هواوي كل الأجهزة الحالية لغاية 21 ثمانية تم صناعتها تم الإطلاق عنها لا يبعدها أي مشاكل من ناحية خدمات جوجل وغيرها لو تحدث النظام أو تغير النظام الأجهزة السابقة شن رح يصير مصيرها مصيرها جدا سهل تقنيا من المفترض يعني هذا من يعني من اختصاصي أنه ممكن يجيك تحديث هذا التحديث ما رح يجي عن طريق جوجل طبعا ولكن أنه عن طريق الهاي سويت الخاص بشركة هواوي أو عن طريق تحديث برنامج مثلا تربط على الكمبيوتر واتحدث أو تنزل النظام الجديد هذا الشيء كمعلوم حتى تفيد كل المستخدمين حاليا كل الخدمات كل التطبيقات موجودة بدون أي مشاكل وأيضا تحديثات الـ EMI 9.1 ذكرتكم على صفحات فيسبوك وعلى منتدى القناة فبداية مع أول أجهزة هواوي بحدود هذا السعر لغاية 300 دولار عندنا هو أو أرشح هاتف الـ P30 Lite هاتف جديد يعتمد على ثلاث كاميرات شاشة نعم شاشات الفئات المتصطة بالهواوي دائما كلها L-TPS IPS اللي تكون أخفر أو أقل جودة تقريبا من IPS من ناحية عرض المحتوى لكن تشبع الألوان وزيادة الفيكسلات رح تكون عامل رئيسي في وضوح الشاشة من أثناء تشغيل المحتوى فالـ P30 Lite حاليا سعره 240 دولار نصفة 428 جيكا بايت خيار مماثل في هذا السعر أو بالرينج هذا السعر أيضا من أجزة هونر اختارت جهاز ثاني وهو Honor 10i هذا جهاز نعم أيضا نفس المعالج ولكن اختلافات جدا بسيطة من ناحية الكاميرات وأيضا جهاز حديث ويستحق التجربة على الأسعار الموجودة من ناحية أخرى من أجزة شاومي حاليا المي 9 SE اللي حاليا أنا قاعد أستخدمه واللي يكون من الأجزة تقريبا قريبة على الفلاكشيف بسبب وجود الأمود على الشاشة وجود الكاميرات الثلاثية وجود معاندة 712 من سنام دراغون وتجربة الألعاب على هذه الشاشات نعم وجهاز صغير لكن بطاقات جدا عالية وحاليا لا أستخدمها وأيضا نحطيكم تجربة الكاملة من ناحية استخدامها بعد فترة لهذا الجهاز أو شن العيوب اللي ظهرت مع هذا الجهاز ولكن بشكل أولي هذا الجهاز يكون جدا مناسب بألفل سعرية حاليا سعرها يبدأ ما بين يتراوح حسب التجار وحسب الوكالات اللي موجودة بالعلاقة من 260 دولار ووصولها 280 دولار أو حتى ما ينصل 280 دولار نسخة 6222 جيجا من ناحية أخرى من نزة شاومي أيضا اللي اشتهرت بصراحة بسبب وجود المعالج وأسعار المناسبة هو Redmi Note 7 660 من ناحية سنام دراغون جهاز ممتاز ومنافس وقوة بالصلابة من ناحية الزجاج الموجود على الخلف والأمام أيضا ما نظلم شركة نوكيا للأسف نعم شركة نوكيا دائما تطين أجززة وتكون أسعار غالية بعامة الوطن العربي لكن اليوم اختارتكم نوكيا 7.1 اللي لقيت بصراحة 250 دولار على هذا المعالج 36 من سنام دراغون الأندرويد الخام يا أخوان ترى شركة نوكيا أو أجزة نوكيا مع الأندرويد الخام أجزة جدا ممتازة وراقية بصراحة فهنا عندك أيضا خيار إذا أنت محب البراند نوكيا من ناحية سامسونج بصراحة افتريت وحاولت أن ألقي سعر مناسب بسبب الأسعار الغالية من المصادر حاليا في الوقت فلقيت فقط انخيار المماثل أو الزين إليك هو سامسونج اي سبعين نعم مشكلة البصمة على الأقل شوية تكون أفضل من اي خمسين اي خمسين ابتعد عنه نهائيا بصراحة جربته وتورطت به وعطيتكم أيضا تجربتي وكل التحديثات لأخير الشهر خمسة فالاي سبعين سيكون خيار بسبب المعالج القوي بسبب الشاشة الكبيرة السوبر كل هاي الأمور راح تكون مجموعة بهذا الهاتف نعم هي مشكلة البصمة مثل ما ذكرت لكن تقدر تتغاضاها وتاخد جهاز محترم بهذه الفئة السعرية فبكل اختصار هذه ازتنا بهذه الفئة السعرية إذا حابين أقل أو أكثر أو ازت فلاكشيب اكتبوا لي بتعليقات في الفيديو إن شاء سأصلكم حلقة تكون مماثلة هذه الحلقة فاللي أرجو منكم الدعم المستمر خلونا نوصل إلى الميت ألف بأقرب وقت ممكن هذا الميت ألف راح يكون هو إلكم مؤلية حتى الشركات ممكن ترسل لي أجهزة بعد حصول الميت ألف لأن الشركات تعتمد على الأرقام شكرا لكم كان معكم مختار العراقي من قناة مختار تيك